لكم مشاهدين الكرام نواصل هذه الحلقة ونواصل الخوض في الموضوع الذي اعتبره على المستوى الشخصي هو صاحب اكبر تداعيات سياسية هو مقتل انوار العولقي هناك بعض الصحف كصحيفة الشرقى العوسط نعرف يعني توجهتها منذ زمن مبكر خاصة في بعض تعاطيها بعض الكتاب مثل عبد الرحمن الراشد وفي بعض العناوين تشعر ان لديها موقف من الدولة المنية ولكن فقط اردنا ان نبرز هذا الموضوع ماذا قال مراسل العربية عرفات مدابش او كيف عنونا موضوع العولقي بالنسبة للشرق الاوسط اقرأوا معي مسؤولون يمنيون واشنطن لا تحترم من يتعاون معه مسؤولون يمنيون واشنطن لا تحترم من يتعاون معه هل سمعتم مسؤول يمني صرح بهذا الموضوع على فكرة فيما يتعلق بالازمة اليمنية انا ادعو كل المراسلين وكل المراسلين للتلفزة والصحف الابتعاد عن شيء اسمه مصدر فضل عدم ذكر اسمه في موضوع الازمة اليمنية لا يجوز لانه اما ان يذكر هذا المصدر من الذي قال هذا الكلام لكن يعني عندما نريد ان نقلل من حدث نبحث عن مثل هذه العناوين خالد الحمدي في القدس مثلا بدأ بموضوع لا اقول اكذوبة ولكن قراءة خالد الحمدي كانت خاطئة ان بيان العلماء ابا حدم ومع ذلك وضعه كأنه هو الابرز بينما كان هناك فعل ميداني له تداعيات سياسية هائلة وضعه في السطرة الثاني بهدف التقليل من هذا الموضوع وحذف اليمن حذفا كاميرا انا اترك للرئيس اوباما ان يرد على الشرق الاوسط وعلى مراسلها في صنع عرفات مدابش تابعوا ماذا قال اوباما ان انور عولقي ومنظمته كانوا مسؤولين مفاشرة عن مقتلة عدد كبير من اليمنيين وان ادرجته المقيتة باستهداف المدنيين امر مرفوض قبل غالبية المسلمين وكل الاديان وقد لقم حتفه لان العالم مع اليمن تعاون سوية للقضاء على القاعدة لان العالم تعاون مع اليمن هذا كلام الرئيس الامريكي باراك اوباما فيما يتعلق بهذا الموضوع طبعا ليس فقط لا ندري من اين تأتي هذه العناوين سواء كان في الشرق الاوسط والقدس والهدف ان هذه عناوين مشيسة هذه عناوين تخدم التوجه الذي اراد الاطاحة بهذا الفعل التشكيك فيه التقليل منه ويفترض اننا نراسل صحف وان كان لها موقف من الازمة ولكن في الاخير نحن يمنيين ونفترض ان نتعاطى مع هذه المسألة وبالمناسبة احترم كل الذين يتخذون موقف واضح من هذه الازمة فقط يسمحون لنا ان نناقش معهم من خلال هذا البرنامج من زاوية مهنية بحتة الطريقة التي يتعاطون معها في التعاطي مع هذه الازمة هناك تقليل واضح من هذا الموضوع هناك حذ الجهد اليمني اعطى انطباع ان امريكا تسرح وتمرح في اليمن وهذا غير صحيح في موضوع العولقي محاولة ارباكا الواقع طرح اشياء اخراكة كبيان العلماء وطرحها بشكل براك كل هذه المسائل تعكس توجه لدى مشروع سياسي وليس توجه يعنى به صحفي هذا التوجه هو في معسكر المشترك ومعسكر الجامعة بشكل عام نحن تابعنا كيف يتم السؤال في الجزيرة لاحظوا كيف يتم السؤال في العربية تابعوا سيد مونير هل تعتقد على ضوء ما شهدناه حتى الان من استهداف لقاذة وزعماء في تنظيم القاعدة اسامة بن لادن اليوم استهداف العولقي هل تعتقد ان الولايات المتحدة لديها مخطط محكم لضرب الرؤوس الكبيرة في القاعدة سؤال واقعي سؤال منطقي يمكن ان يسأل بعد خصوصا الفترة الزمنية قصيرة جدا بين اغتيال بن لادن